أهلا كتير مهم نبدأ صح من أول ما يبدأ الطفل إنه يعكل يعني في عنا طلت نصائح كتير أساسية إذا للأطفال ما نحكي تحت عمر السنة أول إشي إنه إحنا ما نتأخر كتير بإدخال الأطعمة يعني في أمهات بخاصة الأمهات لأول مرة كتير بيخافوا على أولادهم يتشردقوا أو كذا بيخافوا يدخلوا فبيدخلوا الأطعمة كتير متأخر فإحنا ما لازم نتأخر عن ستة شهر لازم نبدأ ندخل الأطعمة هاي أول نقطة تاني نقطة لازم ننوع يعني الأكل الأطفال وهم بيبيات تحت عمر السنة مش بس عبارة عن موز مهروس تفاح مهروس عادي منقدر نجرب عدس نقدر نجرب بروكلي منقدر نجرب زهرة فيه كتير أكلات الأهل بيخافوا يدخلوها أو بيفكروا إنه الطفل ما بيقدر يأكلها تالت نقطة كتير أساسية تحت عمر السنة إنه ما نظن أكل مهروس لفترات كتير طويلة للأسف الطفل لازم يتعرف ولازم يتدرب على طريقة تناول الطعام ولازم يمسكه في إيده ولازم يحاول يمضغ حتى لو مش مطلع السنان لأنه ببساطة إذا ضلينا معاوضين الطفل على الأكل المهروس لفترات كتير طويلة الخبرة تاعته إنه يقدر يمسك الأكل ويمضغه ويحركه بيتمه بتصير أقل وكمان هو قابليته على هذا الأكل بصير يخاف يمضغه يأكل فهاي أهم إشي تالت شغلة هذا لتحت السنة فوق السنة كتير مرات الأهل ما بيدخلوا أكل لأولادهم لأنهم هم ما بيحبوه أو بفكروا إنه أولاد ما بيحبوه يعني ليه إحنا عنا معتقد إنه الطفل ما يمكن ما بيحب بروكلي أو ما يحب فصولية بيضة يعني إذا أنت كأم ما بتحبيهم لازم تدخل كل أنواع الأطعمة وتشوف الطفل شو بيحب والنوع بالألوان نعم إحنا مرات بنعتقد إنه إذا كمان ابني ما بيحب إشي معين بلغي من قائمة أطعمته على مدى الحياة لفترة طويلة التست بودز بتغير يعني فيه أولاد مثلا ما بيكونوا يحبوا الموز فجأة بيصيروا يحبوا الموز في أطفال بيقولك فيه كمان نوع من إضطراب خفيف عند الأطفال مش كل الأطفال يسمون نيوفوبيا يعني الأطعمة الجديدة اللي بتدخل لطعام الطفل بيقولك ممكن ما يتقبلوا إلا بعد 11 مرة أو 12 مرة فأنتي حتى لو ما بيحبوا مثلا ابنك بيحب الموز بس ما بيحب التفاح بين فترة والتانية يرجع يدخل التفاح ممكن بطرق تانية بمرة تانية ممكن يتقبلوا بعد فترة فهذا بيساعد إنه الطفل ياخد فوائد أكتر ثالث نقطة ما نركز فقط على صنف معين ولون معين لأنه كل لون بالأكل فيه فوائد غذائية كتير عالية غير عن الأشياء الثانية يعني مثلا إذا بننا نيجي للفواكه والخضار اللون الأحمر هو اللايكوبين مادة كتير مهمة للطفل بتقلل خطر أمراض السرطانات اللون البردآني عبارة عن بيتكاروتين مهم جدا لما نعطي الطفل فعن الجزر والبطاطا الحلوة ندخلها اللون البنفسجي فيه مادة اسمها الأنثسينان برضو مهمة جدا لأطفال وبتقي من كتير أمراض وبتحافظ على صحتهم اللون الأخضر كتير مهم للتركيز والدماغ فكمان الطفل لازم يشوف صحنه ملون منوع فيه أشكال مختلفة فيه حتى ملمس أكل مختلف يعني إحنا لازم الطفل يجرب يقرش لازم يجرب يمسك بحاله لحاله الأكل لأنه فيه أمهات بتحسي إنه كمان إنه ما بدها الطفل يوسخ أو ما بدها الطفل يوسخ حاله فأنا بطعمي وبضلني خايفة على النظافة فهو ما بلمس الأكل ما بلمس الأكل هاي خبرة زي أي خبرة بيكتسبها الطفل بأول عمره والأعمار اللي بعد فعملية إنه إحنا التدريب لملمس مختلف من الأطعمة أشكال مختلفة من الأطعمة بتبني عادات غذائية صحية عند الطفل بتمنع إنه يصير عنده الانتقائية الانتقائية موضوع كتير كبير وممكن يكون مرحلة عادية من حياة الطفل وممكن يكون دليل على مرض معين أو حساسية معينة بس فيه أطفال بضلهم بيكي إيترز أو انتقائيين طول عمرهم صح فيه أطفال بضلهم هلا هذا كمان كتير مهم لأنه مرات كتير بيجي أمهات لعننا بفكروا إنه هاي ابني أحكي معه هاي عملية طويلة طويلة إحنا بهمنا كتغزية إنه لو الطفل انتقائي وفي كتير أشياء ما بيأكلها بهمني إنه على الأقل يأكل من كل مجموعة صنفين ثلاثة عشان ياخد احتياجاته إذا كان من نشويات من فيتامينات إذا ما بيحب يعني قبل فترة كمان أجدت نقيم إنه حاسب مشكلة كتير كبيرة إنه طفلها ما بيأكل بيض بس لما حكيت معها الطفل بيأكل دجاج بيأكل سمك بيأكل أجبان ما في أي مشكلة إذا ما أخذ البيض منقدر نعوض له البروتين والفيتامين دي من عصار الناصر ثانية ونحاول نجرب البيض بأكتر من طريقة ما تقبلها الطفل المهم نتأكد إنه الطفل عم بيأخذ البروتين النشويات الفيتامينات والمعادن اللي هو بيحاجة لإلها هذا بهمنا بس ما إما هات دائما بدهم إنه الطفل يتقبل كل الأكل ويتقبل كل الطعم وياكل كميات كبيرة وكبيرة ويخلص كل صح له وهي كمان موضوع مرات منفرض عليهم فبشروا يكرهوا الشغلة يعني أنا لما أقدم الفواكه أو الخضار بطريقة جامدة والي الله ولازم تأكل ما تقرح يتقبلها بدنا طرق ملتوية يعني في بعض الأحيان بالشوربات إحنا منقدر ندخل الخضار في أطفال ما بتقبلوا الفواكه تمام في أطفال عندهم مشكلة بالحساسية لملمس يعني وهون ما منقدر نجبر الطفل يعني أنا مثلا على المستوى الشخصي أنا الكبدة كتير مفيدة إذا أنا ما بقدر أكلها لأنه ملمسها بدايقني يعني ما بقدر أتحكم هاي بعرف إنها مفيدة جدا ولكن أنا بعوض فوائد التاني بأشياء التاني فأنا كل واحد يتخيل حاله إنه هل في حد رح يجبرك وإذا أجبرك شو العادات والذكريات السيئة رح تصير فإحنا مرات بنجبر أولادنا على أطعمة أو بنحط الأكل بالتم أو بنعمل قصاص تعامل مع الطعام مش بهاي الطريقة ولازم تخلص أو نخصبه يعني ما لازم على الأكل فإحنا لما يكون هنا طفل عنده مشاكل في التغذية أولي شيء لازم نتأكد من الطبيب هل طوله وزنه ضمن المعدل الطبيعي؟ هل طفلي عم بياكل كميات كبيرة من الحلويات والسكريات بين الوجبات بتخليه ما يجرب أطعمة جديدة أو يتقبلها؟ هل طفلي عم بقدر أعوضه؟ يعني مثلاً عم بحب نوعين من الفواكه؟ ما في مشكلة ونصير نظن نجرب أشياء تاني في أطفال بتقبلوا الفواكه بس عشكل كوكتيل أعمل كوكتيل وبين صلفوا الثاني أقدم الفواكه بطريقة كتلفة بتعرفي كمان بتذكر مواقف هيك من الطفولة لما والدتي كانت تيجي جنبي وتأكل إخياره يصير فيه عنده فضول أني أكل زيها صحيح فمرات إحنا الخلل عندنا الكبار أنه ما أمنع كلها صلطة ولا فواكه ولا عندنا هذه الطريقة الصحيحة بالتغرية أدي مهم مننا أن أجيب الأكل كمان وإحنا على مستوانا إحنا بالعيادات من الأشياء اللي بيحكوها الأمهات أنه أنا بس بديت دايت صار أولاده بدهم يأكلوا صلطة صار أولاده بدهم يأكلوا خضرة فالتقليد أكيد موجود وإلا الطفل حتى لو ما اكتسب العادة في إشي عم بيشوفه دائماً عم بتكرر في عادات الأهل إلا يكتسبوا بعد سنين أو بعد فترة إذا مش هلا وجو اللي موجود أمامهم داخل البيت يعني إذا إحنا أصلاً طريقة التسوق غلط رح يروحوا لما يجوعوا أو بدهم سناكس أو نقرشه رح يروحوا على بداء الغير صحيحة نصيحة أخيرة روبا نصيحة كتير أساسية أنه نظن النوع ما نعتقد أو ما ناخدها خلاص أن الطفل ممكن ما يتقبل هاي الأكل خلينا نجرب دائماً وكل ما نوعنا بالأشكال والأنواع المختلفة من الأكل كل ما أخذ فوائد غزائية أكتر ليلة نعم رح ننتقل روبا لرؤية بلاي وعم بيكون في عنا أسئلة أيضاً متعلقة بموضوع التغذية والناس مركزين شكراً جديلاً